الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد مصدر رفع المستوى أن مصر أجرت العديد من اللقاءات والاتصالات المكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حماس وإسرائيل وأضاف المصدر أن مصر اطلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار في القطاع مشيرا إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترحة الهدنة هذا وأشار المصدر إلى أن مصر قامت بتحركات مكثفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واستقبلت وفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للوصول إلى اتفاق لمقترح وقف إطلاق النار وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة استقبل وزير الخارجية سامح شكري منصق البيت الأبيض للشؤون شرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكيرك وخلال اللقاء بحث الجانبان الوضع الراهن للمقترح الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وجهود الوساطة التي تطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الشأن حيث أكد الجانبان على أهمية قيام إسرائيل وحركة حماس بإتمام الاتفاق في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع من جانبه أكد وزير الخارجية على مواصلة مصر تكثيف جهودها لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة مشددا على الحاجة الملحة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال اقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما قصفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أصفر عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين وإصابة ستة آخرين وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته شنت غارات عنيفة على منازل المدنيين غرب مدينة رفاح الفلسطينية وشنت غارة على حي السلطان غرب رفاح الفلسطينية أكدت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي كافركلا والعديسة جنوب لبنان هذا وقد تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود أكد الجيش الأمريكي أنه دمر ثماني طائرات مسيرة تابعة لقوات الحوثي وزورقين غير مأهولين في البحر الأحمر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تصدت بنجاح لطائرة مسيرة انطلقت من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وأن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الجمعة الموافق السابع من شهر يونيو لعام 2024 ميلاديا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريا وأن السابت الموافق الخامس عشر من يونيو هو يوم وقفة عرفات والأحد السادس عشر من يونيو هو أول أيام عيد الأطحى حقق المنتخب الوطني انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب بوركي نفاسو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاذ القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وعزز المنتخب الوطني صدارته لترتيب المجموعة الأولى لتصفيات المونديال بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية فيما توقف رصيد منتخب بوركي نفاسو عند أربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر